اهلا بكم مشاهدين الكرام انا امل الحناوي احييكم من القاهرة ولقاء يتجدد عبر شاشة قناة روسيا اليوم ويسعدنا ان يكون معنا في هذا اللقاء العقيد اركان حارب احمد محمد عري المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية اهلا بكم ضيفا في هذا اللقاء اهلا وسلم بك فنو سيادة العقيد ما هو تقييمكم للعملية الامنية في سيناء العملية الامنية لقوات المسلحة في سيناء بدأت اعتبارا من السبع من اغسطس من عام الماضي لم تكن العملية بدأة بمعدلات قتال عليها تدرج هذا الامر مع مرور الوقت خلال العام الاول قوات المسلحة ركزت في اعمالها على مجموعة من المهام كان ابرزها اتخاذ الاجراءات الفنية لغلق شبكة الانفاء الموجودة مع قطاع غزة كان هناك اتخاذ اجراءات لقامة نقاط امنية على تقاطعات الطرق في سيناء اللي سيطر عليها كان هناك تكسيف لأعمال التأمين على الحدود مع قطاع غزة ايضا كان هناك اعمال للمراقبات سواء مراقبة جوية او مراقبة بحرية خلال هذا العام استفدنا بالتعامل مع الاجهزة الامنية الاخرى في تكوين معلومات عن طبيعة العناصر الاجرامية والارهبية موجودة في سيناء حتى يسهل التعامل معها في مرحلة لاحقا اعتبارا من نجاح صورة 30 يونيو كان هناك تصايد غير مسبوك من قبل الجماعات التكفيرية والجماعات الجرامية ضد القوات المسلحة وضد افراد الشرطة الموجودين في سيناء وايضا ضد المدنيين وبدأنا نلاحظ عمال استهداف لقرى من المدنيين بسواريخ او بقذاة في الهون وجدنا ايضا عمال استهداف وتبسات لشركات بواسطة الارب جي فهذا الامر استلزم مع وجود خسائر وسقوط شهداء لقوات المسلحة في سيناء بلد قوات المسلحة والسيد القادر العامل قوات المسلحة اشار نقوات المسلحة لن تستمر في سياسة رد الفعل ونها ستتحول الى الفعل وبالتالي بناء على هذا التصعيد من قبل عناصر الاجرامية والارهابية بدأنا في مرحلة رأسية من العملية العسكرية في سيناء بدأنا فيها مهاجمة البؤر الارهابية والاجرامية للعناصر التكفرية في اكثر في اماكن متعددة في حوالي 15 قرية ومنطقة في سيناء حققنا فيها كثير من الانجازات خلال الفترة الماضية القوات خلصت مدهمة هذه الاماكن وهي الاماكن الاكثر انتشارا للبؤر الاجرامية وجاري حاليا اعمال تمشيط هذه المناطق للبحث عن عناصر ارهابية وعناصر تكفرية ايضا البحث عن اي اسلحة موجودة وده بيحصل بصفة يومية بنحصل على اسلحة من هذه الاماكن من مطلوب من حركة حماس تجاه الحدود مع مصر في اي دول في العالم موضوع تأمين الحدود هو موضوع مشترك للدولتين او للجانبين هي مسئولية مشتركة والتسامات مشتركة الجانب المصري بيقوم بكل ما لديه من اعمال تأمين الحدود بكافة الوسائل المصرية موجودة هناك تهديد بيأتي عبر قطاع غزة نحن بنطالب حركة حماس باتخاذ كل ما هو ضروري والاتزام بكل ما هو موثيق الدولية لتأمين الحدود باتخاذ اجراءاتهم لمنع اي اعمال تهريبة او اي اعمال اختراقات تضرب الامن قوم مصري دي زي ما قلت ناسورية مشتركة وما مدى تعاون شيوخ القبائل مع الجيش في عمليات بسيناء شيوخ قبائل الحقيقة هم اساس العلاقة المتميزة والقوية بين قوات المصلحة وبين اهالينا في سيناء شيوخ قبائل كان لديهم رؤية باهمية التعامل وكان هناك مطالبات وقد وصلت في بعض الاحيان الى انتقادات للتعامل مع العناصر الاجرامية والعناصر الرهبية اللي هي بتضرب الاساس بامن سيناء وبامن المواطن السيناوي وبالتالي نحن بنتعامل في هذه العملية مع الشرطة المدنية وشيوخ وقبائل سيناء اللي هم على فهم ووعي بمدى خطورة هذه الظاهرة على سيناء وعلى مصر كلها وهل ما يحدث في سيناء يمثل تهديدا مباشرة للامن القومي المصري والاقلمي معا؟ بالتأكيد هذا الفكر المضطرف يهدد الامن القومي المصري وزي ما اشرت هذا الفكر فكر توسعي وبالتالي افكار التوسعية لان دولة الخلافة الاسلامية ليس لها حدود معروفة طبقا لمعتقداتهم وبالتالي هناك فكر للامتداد حيطول الدول الاخرى وقضي اثر الامن العالمي بنفسه وما هو الثقف الزمني للعملية الامنية في سيناء؟ ليس هناك ثقف الزمني محدد لكن هناك مجموعة من المهام من التعامل يوميا مع ناصر الإجرامية والبؤر الإرهابية في سيناء لن يكتمل اطار الزمني الا بتحقيق الاهداف الكاملة العملية ولماذا تصرون على اغلاق الانفاق مع قطاع غزة؟ بساطة جدا انها شيء غير قانوني الانفاء ليس هناك انفاء بين الدول تستخدم لأعمال التهريب خاصة تهريب الاسلحة والمخدرات تهريب بعض الادوات والمعدات التي تهدد امن القومي لأحد الدول وبالتالي هذه ظاهرة غير قانونية وجدت في فترة زمنية معينة ولكن القوات المصلحة المصرية والدولة المصرية بتتخذ كل ما هو لازم الآن لاغلاق هذه الانفاء لانها غير قانونية وتهدد الامن القومي المصري خاصة في زل تواجد العديد من المعابر القانونية التي تسمح بعبور المساعدات والمعونات والافراد الى الجانب الاخر الشيخ القارضاوي دعا الدباط والجنود الى الانشقاق وعدم اطاعة الاوامر الصادرة اليهم ما اعتبره البعض تحريدا مباشرا على الجيش لمصلحة من ذلك؟ في هذه الدعوة الحضرية اشرت اليها انا لا اريد التعليق عليها او تحليلها ولكن هناك تأكيدات انا احب اقررها عملية استهداف الجيش المصري والتشكيك في مدى تمسكه دي استمرت على مدار الفترة الطويلة الماضية والوقت اثبت كذبها وهزنها دعاءات غير حقوقية بالمرة الجيش المصري كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام عن المصريين انهم في رباطن اليوم الدين والجيش المصري هو نسيق وطني من الاسرة المصرية بينهم ابناء الاسرة المصرية ابن او اب او اخ او شقيق او زوج في كل بيت مصري وبالتالي هم على قلب رجل واحد انصح من يستخدم هذه الدعوات ومن يحاول التحريد لدى الجيش المصري ان يقرأ التاريخ جيدا ليعلم ان الجيش المصري هو جيش وطني جيش حقيقي لم ينشق في تاريخه ولم يخرج افراده على قادتهم لاننا نعلم ان قادتنا يعملون انصالح امن الوطن الجيش المصري متماسك وصلب وكل هدفه وكل هدف كل افراده هو الدفاع عن مصر ومصري السيادة العقيد ما هي طبيعة الاسلحة التي تم ضبطها بسيناء موظم اسلحة التي نضبطها في سيناء هي اسلحة متفوتة العيرة والاحكام هناك اسلحة صقيلة زي بعض اسلحة التي تفاعل غير مباشرة زي الهاونات بعيرة مختلفة هناك هاونات عيرة 60 مليمتر و80 مليمتر و120 مليمتر هناك بعض السواريخ المضادة للتائرات سواريخ اجلة على سبيل المثال هناك رشاشات مليار كبير هناك ربيجيهات ونحن نتحدث هنا عن اسلحة بستخدم في معارك حربية وليس اسلحة لعصابات او عناصر اجرامية وبالتالي هذا امر شكل خطورة لكن معظم هذه الاسلحة تبقى للمعلومات ان هي اسلحة مهربة من ليبيا خلال العامين الماضيين اللي هي ليست مصر فقط ولكن منطقة تأثرت كثيرا بحجم الاسلحة الكثيرة التي تم تهريب عبر الحدود الى الدول المجاورة ومنها مصر بشكل رئيسي وده احد التحديات الموجه هنا واللي بتسترعي ليس فقط تصدي مصر لهذه الظاهرة لكن لابد ان يكون هناك تعاون دولي لحد من هذه الظواهر والعبور الغير قانوني الاسلحة عبر الحدود وهل تقومون بحوار فكري قبل العمل الامني في سيناء؟ قمنا بهذا قوة مصرحة نفسها لا تقوم بمثل هذه الحوارات ولكن نترك الفرصة للقوى الدينية والقوى السياسية وده تم خلال عام 2012 اعتحتنا الفرصة لعمل الحوار الفكري والعمل السياسي لإيجاد قناعات لدى هؤلاء اللي يحملون أفكار متطرفة للعدول عن أفكارهم ولكن أثبت الوقت أنه لا فائدة من ذلك بدأنا عقب صورة 30 يونيو ونجح صورة 30 يونيو في رؤية صالصايد غير مسبوك من العناصر والخسائر التي تحققت في الجيش والشرطة عقب صورة 30 يونيو وحوالي تعادل ما تم فيه سنتين تقريبا وبالتالي كان هناك يقين أن العمل الفكري ليس منه فائدة وبالتالي قوة مصرحة قررت أنها تتخذ الخطوات الضرورية وليس الفعل وليس رد الفعل لأن هناك تهديد خطير يهددت أمن القوم المصري والمصر والمصريين جميعا هل تظل تنمية سيناء معلقة حتى انتهاء العملية الأمنية هناك؟ لا أعتقد ذلك القوات المسلحة المصرية وثقافة عمل القوات المسلحة المصرية لأننا لا نتوقف في أي وقت القوات المسلحة على مدار العامين الماضيين هناك كثير من مشروعات القوات المسلحة أقامتها لصالح أهالي سيناء مشروعات طرق ومشروعات إقامة مدارس محطات حلية مياه الإمداد بالوسائل لتسهل انتقال المياه لأهالي سيناء وبالتالي نحن لنا توقف ولكن بالتأكيد اكتمال العملية الأمنية وتحقيقها لأدافها واستعادة الأمن والاستقرار في سيناء حيعود أكيد بكثير من الاستثمارات والمشروعات اللي على انطق أوسع اللي ممكن تحقيق طموحات أهالي سيناء وتمنح كثير من فرص العمل لأن أعتقد أن عدم موجود فرص عمل قد يكون أحد الأبعاد التي تهدد العملية الانحراف الفكري موجودة في سيناء لدى البعض هل المنطقة تتحمل اندلاع حرب جديدة من وجهة نظرك؟ نحن نرى أن المنطقة لا تتحمل مزيد الحروب المنطقة حاليا يتواجد بها كثير من المشكلات اعتبارا من عام 2011 ونجد حالة عدم استقرار في معظم دول المنطقة وبالتالي هناك تدعيات سلبية على مصاري الاجتماعي ومصاري الاقتصادي وبالتالي دخول دول من المنطقة وتحول المنطقة إلى مناطق حروب ده اعتقد حيدور كثيرا بالمنطقة وحيدور كثيرا بالامن العالمي وبالتالي لن نتفق مع إمكانية حدوث حروب في المنطقة خلال الفترة الحالية أو الفترة القادمة من المعروف أن دخول معدات عسكرية ثقيلة إلى المنطقة الجيم يحتاج إلى التنصيق مع الجانب الاسرائيلي ما أهمية هذا التنصيق بالنسبة لكم؟ وما هي طبيعة هذا التنصيق مع الجانب الاسرائيلي؟ التعاون الأمني بين مصر واسرائيل ده بيأتي في طبقا للاتفاية الأمنية المرفقة بمؤهد السلام بين مصر واسرائيل الاتفاية الأمنية حددت وجود جهازي للاتصال على الجانبين الجهازين دولا هم المختصين بعمال التنصيق اللي بتتم بين الجانبين لعمال ضد الحدود والالتزام بالاتفاية الأمنية الموقعة وهناك قوات ما تسمى قوات فصل القوات الموجودة في سيناء والمراقبين اللي بترائب تنفيذ الجانبين لهذه الاتفاقية على المناطق المختلفة سواء المنطقة ألف وبيهواجيم في الجانب المصري أو المنطقة أدال في الجانب الاسرائيلي عندما بتطلب الأمر زيادة للقوات بيتم تنصيق ذلك مع الجانب الاسرائيلي وأعتقد أن هناك تفاهمات في هذا الأمر ما يحدث موجود الإرهاب في سيناء يعود بالنفع على الجانبين وبالتالي أعتقد أن هذا الأمر يتم رؤيته بنفس المنطق وبالتالي هناك تنصيقات وهذا لشكل مشكلة على إطلاق في هذا الوقت في نهاية اللقاء العقيد أركان حرب أحمد محمد علي المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة شكرا جزيلا لكم شكرا حضرت وشكرا لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابع وإلى اللقاء